أثمنا سباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرنتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من سكرتيري عام الأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش وأوضح المتحدث الرسمية باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تضمن استعراض مستجدات الأوضاع في قطاع غزة على كافة الأصعيدة بما في ذلك الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق الهدنة في القطاع كما تناول الاتصال بحث ما تتطلبه الظروف الراهنة من تضافر كافة الجهود الدولية لإنجاح مساعي الوساطة الحالية سعيا لتحقيق انفراجة لهذا الوضع المتأزم وتجنبا لتوسيع دائرة الصراع فضلا عن ضمان الإنفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإغاثية لكافة مناطق القطاع تضمن الاتصال أيضا التحذير من العواقب الإنسانية الهائلة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية أكدت مصر والأردن الرفض الكامل والتحذير من الأثار الإنسانية الكارثية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية والتي تحرم أهالي قطاع غزة من شريان الحياة الرئيسي للقطاع وتعطل المنفذ الآمن لخروج الجرحة والمرضى لتلقي العلاج ودخول المساعدات جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الأردنية بشر خصونة لتناول الأوضاع في قطاع غزة فضلا عن تعزيز مجالات التعاون الثنائية في هذا الصدد أكدت مصر والأردن أن الأوضاع الحالية في القطاع تفرض على المجتمع الدولي الاطلاع بمسؤولياته للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار مع المضي قدما بجدية وفاعلية في إنفاذ الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بما يحقق العدل والأمن والاستقرار الإقليمي ويفتح آفاق التنمية لجميع شعوب المنطقة أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر جددت تحذيرها لكافة الأطراف من تدعيات التصعيد الحالي في رفح الفلسطينية وقال المصدر إن الوفود المشاركة في محادثات القاهرة قد غادروا للتشاور في ظل استمرار بعض النقاط الخلافية التي لم يتم حسمها موضحا أن مصر جددت تحذيرها للمشاركين في المفاوضات من خطورة التصعيد حال فشلت المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة وأشار المصدر رفيع المستوى إلى أن الوفد الأمني المصري يكثف جهوده لإيجاد صيغة توافقية حول بعض النقاط المختلف عليها وتقريب وجهة نظر الطرفين في ظل التطورات الأخيرة بغزة طلق وزير الخارجية سامح شكر اتصالا هاتفيا من نظره الأمريكي أنتوني بلينكين ذكرت الخارجية في بيان أن المباحثات تركزت على مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في رفح الفلسطينية والمرحلة الدقيقة التي تمر فيها المفاوضات الجارية في القاهرة للتوصل إلى هدنة تسمح بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين أكد شكر خلال الاتصال ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت كما تفق الوزيران على أهمية حث الأطراف على إبداء المرونة وبذل الجهود اللازمة للتوصل إلى اتفاق هدنة يضع حدا للمأساة الإنسانية ويسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة ومستدامة وجدد وزير الخارجية الأمريكية لنظيره التأكيد على مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة رفح الفلسطينية وما ستصفر عنه من تدعيات إنسانية كارثية على أكثر من 1.4 من 10 مليون فلسطيني وعواقب أمنية ستطال استقرار وأمن المنطقة وهو الأمر الذي وفقه عليه وزير خارجية الولايات المتحدة تم التجديد أيضا على الرفض القاطع للتهجير القصري للفلسطينيين خارج أراضيهم أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر فريقه بمواصلة العمل مع إسرائيل لإلحاق هزيمة دائمة بحمس وأضف البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية طرحت على إسرائيل بعض البدائل لكيفية ملاحقة عناصر حمس لفتا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الشحنة التي تم تعليق إرسالها لإسرائيل أصيب شرطياني بجروح خطرة جراء إطلاق نار في مركز للشرطة في باريس على يد رجل انتزع سلاح أحدهما حسب ما قال مصدر مطلع على القضية أضف المصدر أن الأحداث وقعت الساعة الثامنة ونصف مساء بتوقيت جرانيتش وقال مصدرنا في الشرطة أن المهاجمة كان قد قبض عليه للتو وكان الشرطيان يفتشانه عندما استولى على سلاح أحدهما شكرا